أيضا طرحته مشروعات بالإيجار ودي مهمة جدا هل ده إعلان جديد بقى ولا إيه بالظبط؟ إحنا طرحنا من يمكن من سبع أو تاني سنوات حوالي 5000 وحدة بالإيجار القبال عليهم كان ضعيف جدا لأنه أغلب الناس يعني ثقافتها أكتر متجهة نحو التمليك الناس يعني بتقارن الإيجار الشهري اللي هتدفعه بالقسط التمويل العقاري مع المؤدم البسيط يقولوا لأ يعني إيه أحسن التملك إحنا مع ارتفاع الأسعار ده ومع برضو وجود بعض الوحدات في الصندوق في أماكن ممكن يعني يستفيد بيها مثلا الناس هتسكن بشكل مؤقت مش عايزة تتملك يعني ممكن يبقوا عمال مثلا في المصانع يبقى سكن عاملين يعني أكتر بشكل أو بآخر فإحنا هنجرب كده يعني نعيد طرح الفكرة وممكن تلاقي قبول في الظلة زي ما حالت بتقولي ممكن يبقى فيه يعني ناس مش متناسب معها شروط التمليك مش هتقدر توفر المؤدم أو بشكل أو بآخر عايزة تأجر لأنها هتشتغل في المكان ده سنة سنة يعني دي وحدات جديدة ولا الوحدات اللي ما تبعتش لا عندنا وحدات في أماكن يمكن في أول البرنامج ما كانش عليها إقبال نتيجة أنه ما فيش لسه يعني يعني كسافة سكانية كبيرة النهاردة بقت الأماكن أحسن قريبة من فرص عمل ففي بعض الأماكن اللي احنا حددناها اللي أعتقد هيكون عليها إقبال وهنبتدي نطرح كده ألف وحدة ونشوف ماذا الإقبال عليهم قد إيه لو لقينا قبول والناس بتسدد في المواعيد ويعني الشروط بشكل عام كويسة نقدر ببتدي نتوسع في دقيقة بس أنا عايز أقولك أنه هذه الثقافة صحيحة المصريين بيحبوا ثقافة التمليك بس أنت عندك ملايين من المصريين عايشين بالإيجار بالذات المؤخرة للإيجار الجديد وكده خلاص الناس عايشة بالإيجار لأنها لا تستطيع أنها تتملك وأنا بكلمك على كل المستويات ده حقيقي بس يعني هما دول اللي بيحجزوا عندنا بالإيجار اللي بيقولوا إحنا عايزين بقى نستقر ومش عايزين نفضل نتنقل من سنة إلى سنة لذلك لما يعني أنا بحكي لتجاربنا الصبقة طبعا كمان برامج الإيجار الصبقة كان فيها حاجات كتير من نوع أن الناس ما بتصنش الوحدات فالوحدات بتتبهدل قوي ما بيبقى صعب أنه هما يخرجوا لو مش هيكملوا الفترة فإحنا بنحاول يعني نتلافى كل العيوب عشكيا قلت إحنا هنبدأ ببرنامج تجريبي ألف وحدة ونشوف كده يعني الدنيا هتمشي إزاي وده هيبقى إيجار فقط ولا إيجار بهدف التمليك بعد ذلك؟ هو مش بهدف التمليك إحنا هنعمله إيجار مدعوم يعني لو إيجار الوحدة إحنا مقدرين أنه إيجار الوحدة مثلا التسعين متر ألف وخمسمائة جنيه فإحنا هنخلي اللي عايز يأجر وجوه الشريحة المستهدفة يدفع مثلا 25% من داخله فهي نقول لو هو بياخد ألفين أو تات ألف جنيه فهيدفع بين خمسمائة وسبعمائة والباقي ده هيبقى دعم من السندوق هيقعد سبع سنين في هذه الوحدة تقريبا هتبقى تكلفتها في الدعم حوالي تسعين ألف جنيه قريب من اللي بياخدوه في التمليك تقريبا لو حب هو بقى أو ظروفه تحسنت أو استقر في هذا المكان مش رايح بشكل مؤقت يشتغل في حتة وعايز يمشي نقدر نحول هلو التمليك ونحصم له اللي دفعه ونحصم الدعم اللي هو أخده من الدعم التمليك اللي هو يعني يستحقه ساعة ما ييجي يقرر أنه يشتغل